اشتركوا في القناة وقع عليه بيده كل المؤشرات وكل الدلائل وكل التصريحات والتعليقات وكل التصرفات التي تصدر عن نظام القطر هذه الايام سواء في وسائل الاعلام او عن طريق ذبابه الالكتروني تقول ان كل ذلك لا ينبئ ولا يدل ولا يرتقي قيد انملة الى ما يشاع ويتردد في بعض وسائل الاعلام والدوائر السياسية عن حل للازمة القطرية بل ان قطر تمعن في صلفها وغرورها وعدائها للدول الاربع بمختلف الاشكال التي وصلت الى استخدام القوة المسلحة دعونا نتحدث اولا عن اتفاق الرياض الذي وقع عليه امير قطر تميم بن حمد الثاني بخط يده ولم يكن يجف حبر هذا الاتفاق حتى نقضت قطر كل ما فيه باوامر وتعليمات من الامير الوالد امام الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاسعود رحمه الله والامير صباح الاحمد الصباح رحمه الله وقع امير قطر تميم بن حمد الثاني على وثيقة تتعهد بمجبها قطر بعدم التدخل في الشئون الداخلية لاي من دول مجلس التعاون وعدم دعم الفئات المارقة وعدم دعم الاعلام المعادي وعدم دعم الاخوان المسلمين او اي من المنظمات او الافراد الذين يهددون امن واستقرار دول مجلس التعاون وعدم تقديم الدعم لاي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة وعدم تناول شبكات الاعلام لمواضيع التسيئ الى دول المجلس وعدم دعم جهات وتيارات تمثل خطورة على امن الخليج النظام القطري لم يلتزم منذ اليوم الاول لتوقيع هذا الاتفاق باي بند من بنوده رغم ما بذلته الدول الاربع من جهود ودعوات لنظام القطري في هذا الشأن ما اضطرها اخيرا الى اتخاذ الاجراءات التي تكفل لها حماية امنها واستقرارها هذا النظام في الوقت الذي يتباك فيه ويتحدث عن حل ازمته لم يتوقف عن ممارساته ضد الدول الاربع ولم يتوقف عن اساءاته لها ولم يتورع حتى عن استخدام السلاح كما هو يحدث بشكل يومي ومستمر مع البحارة من ابناء البحرين هل هذه النواي الطيبة التي يبديها النظام القطري اذا كان حقا ينشد الحل يسلط السلاح على رؤوس البحارة البحرينيين ويهددهم في ارزاقهم ويصادر مصادر ارزاقهم ويرميهم في غياه بالسجون نحن لن نرضى ولن نقبل ان يتعرض مواطنون الى هذا العصف القطري المقيت ولن نسكت ولن نقبل بان يكون هناك اي شكل من اشكال الاتفاق مع هذا النظام القطري الفوضوي الذي يصادر ارزاق مواطنين ويوجه فوهة البندقية الى صدورنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر